اشتركوا في القناة يا صبري انها يعني شرفاتنا النهاردة وهتكلمنا في حاجات مهمة جدا اللي هي تطبيعات من نمزاجة معنوات المباني في البحث العالمي ومواقع التراث وازاي ان احنا نستخدم البن في حماية الاثار بتاعتنا والاستفادة منها وازاي ان نستخدم البن في البحث العلمي والبحث التجريبي ونمزاجة معنوات المنهجية البحسية دكتورة ياسمين صباح جازي حصلت عدارة البكاليريوس من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وحصلت على الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة وهي متخصصة في ادارة مواقع التراث العالمي ومراقباتها وخبر خمس سبعة عشر عام في مجال البحث المعماري وساهمت في اربع كتب حول الحفاظ على التراث وليها الكثير من الاوراق البحسية اللي تم نشرها في الحفاظ على الاثار وإنجازها الله خيرا مشرفتنا جدا بجدها وإن شاء الله نستمتع بالمحاضرة بإذن الله جزاكم لكل خير شكرا شكرا يا مشانسة عمر جدا للتقديم وللدعوة طبعا أهلا بحضراتكم جميعا وده يعني شو عرف لينا إن احنا نشتغل مع ناس واعدين جدا في المجال وأعتقد هم بشكل كبير جدا هيقدروا ينشروا فكرة البام للحد النهاردة ممكن تكون ناس كتير بتعمل معيها بكيفية مختلفة يعني هو البام مش رفت يعني دي المشكلة بتاعت ناس كتير جدا ده احنا يعني بروفاشنالي أكيد يعني بام قريبية هي قرية يغطي الجزء كبير النهاردة أنا عايزة تناول الموضوع بشكل مختلف مش مش علشان حد إن هو اشتغل في الموضوع ده وعارف قد إيه هو مهم لا احنا النهاردة يعني عندنا الموضوع عايز التفكير كباحث أنا كباحث علمي كل ما يطلع معي طول الجديد ده أنا لازم أفكر فيها إزاي أقدر أطوعها لموضوعي فدي فادتنا كتير جدا لما يعني يختلط العمل البروفاشنال بالبحث العلمي بيطلع حاجات شوية برا السندوق كما ضمنها الكيس اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة أنا الموضوع اللي عاوز أتكلم فيه النهاردة هو إزاي إن احنا نستخدم نمزجة معلومات المباني كأداة للبحث العلمي طيب كل الناس عارفة إن الأدوات البحث العلمي هي متجددة يعني ما قدرش تقول راجد النهاردة أن أنا عندي اتنين أداة ينفع للموضوع ده لا ده كل يوم فيه حاجة جديدة بتظهر فيه باحث من البحثين يقدر إن هو يطور الأداة اللي ممكن يكون بيستخدمها الحاجة تاني فحصلت في فترة قريبة جداً يمكن 2014 كان المتحف الإسلامي تم تفجيره فعمل إرهابي اللي احنا كلنا كنا يعني متابعين إيه اللي بيحصل وحصلت التفجير بتاعه وبدأ الإنتيرير وبتاع المتحف الإسلامي بالشوكيسس بالأبجكس كلها حصل لها ضرر كبير جداً وممكن الصورة اللي على الشمال موضحة الموضوع الصورة دي خلت إن كل حاجة نهارت للناس اللي ممكن يكون مش عارفة قوي المتحف الإسلامي ومبنى أسري ومثجل وكل الأبجكس اللي فيه هي يعني مجموعات متحفية مميزة بتحكي تاريخ الفن الإسلامي من بدايته من العشور الأولى للإسلام لحد الفترة العثمانية وعصر محمد علي الفكرة إن حصل معينا يعني وإحنا شغالين موضوع ده يعني كان مفاهي بالنسبة لنا نشوفناه في الأول في الترفيزيون مع كل الناس بعد كده تم استدعاء الفريق علشان يعني الحالة النفسية اللي انتبت المرحل ده كان منتهي بالفعل وتم افتحه في 2010 وعكاة تم التفجير في 2014 طيب إزاي إن إحنا نقدر علشان الظروف اللي بتحييز بالموضوع ده وإن إحنا نقدر نحافظ على المبنى الأسري وإن أمن الخطورة اللي حصلت عليه في نفس الوقت يحصل حالة إن إحنا قدرنا نقف تاني بعد هذا الموقف بشكل كبير جات من هنا الفكرة نفسها بتاعت اللي إحنا نتعامل مع الموضوع كان بحث علمي أكتر ما هو شغل أو إن هو مبنى محتاج ترميم أو مجموعة متحفية محتاجة تدخل بدينا نتكلم على يعني الفكر بشكل عام إحنا لو في العادي زي ما إحنا شايفين إحنا قدرنا نوصل بعد 11 شهر الصورة اللي على الشمال دي كان بساعة التفجير ودخول المجموعات اللي بتبقيت لم الأثار كقطع من الأرض والصورة اللي على اليمين اللي هي الكيس اللي حصلت بعد الترميم طيب في الظروف العادية إحنا بقى عندنا طبعا البرامج اللي كانت بتحصل قبل كده إحنا كنا أي حد بيبقى عنده بي اكيو أو مؤيسة أعمال محددة البنود والكميات وعندي برامج زمناية المعظمها بتشتغل على البريمافيرا بتبقى عليها الكوست بتاع كل آيتم وبتبقى عليها ديوريشل وستارت وفانش وعليها الكريتيكال باس زي ان هو ايه الاكتيفتي اللي محتاجة تبتدي مع اكتيفتي ايه الاكتيفتي اللي محتاجة تخلص عشان اللي بعدها يبتدي السيكوانس الطبيعي طب انا هنا الموضوع كله يعني كارثي ولازم يكون فيه تدخل سريع لازم تبقى الحكومة نفسها عندها توقع هو ايه المبالغ اللي محتاجة تدخل في الوقت ده علشان نخلص كلنا عارفين ان احنا لو انا اخدت المشروع ده وعملت عليه ديريشل على ثلاث سنين مثلا يختلف ان انا عملت على عشر شهورة وعلى عشر شهورة وده مختلف تماما وقد تكون الناس بتقول اه ده الثلاث سنين ده هياخد ريسولسز اكتر وبنقدمين اكتر فبالتالي ده كده اغنى لا موضوع متحسيبش كده خالص يعني في المؤيسة او في الكنتراكتنج عام بطل فاست تراك ده ليه ترتيبات ان هو ما ينفعش يكون فيه نسبة خطأ باي شكل من اشكال طيب خلينا نشوف احنا عملنا ايه لما جينا نتكلم معي يعني كفريق وبدينا نشوف المشروع ونتكلم مع الناس وإلا هيحصل وندرس الموقف احنا بنتكلم بلغتين يعني احنا النهار بكبه ازاي ان احنا حصل معينا حالية هي مفتدعية يعني شوف وفي نفس الوقت احنا بنعملها كحالة ببحث علمي ازاي ان انا اقدر اعمل اللي اتعامل في سنين في فترة قسيرة جدا مع اداة هي تقدر تمكنني من ده فاخدنا احنا قلنا خلاص احنا علشان نقدر نعمل ده احنا بنعمل المتحف دلوقتي المبنى التاريخي والمجموعة اللي جواه ككيس استادي طبعا كلنا عارفين ان في اركيتكتور ريسورش اساس من ضمن الستراتيجيز السبعة الاشهر اللي بتتعامل مع الكيسز المعمرية في البحث العلمي مش كيسز كمباني يعني من ضمنها حاجة اسمها كيس استادي ابروش طيب احنا هنا قلنا خلاص احنا هنجرب التجربة دي وهنشوف طبعا عندنا قريدي الكوشبت الاصلي وعندنا التصميمات بتاعته وعندنا كمان المؤيسات القديمة وعندنا ديريش عمنا كل تفاصيل فجينا النهاردة احنا قلنا خلاص احنا هناخد ده تجربة هنعمل عليه نحاول كل الطريقة بتاعت الشغل بدل ما هي كانت بالطرق اللي النهاردة بساميه اعتيادية مع انها كانت تكون الطرق متقدمة يمكن سنتين تليتها قبل الانتشار بتاع المنزلت معلومات المبين جت من هنا ان احنا هنعمل الاسبرمينتل الابروتش ده والسيميوليشن سيميوليشن انا بعمل بحاكي اداء المبنى وهو ده اللي حصل بالفعل لان انا ازاي اعمل محاكاة لأداء المبنى علشان اشوف المبنى ده هاو يعني تول بهيف اجينست سيركمستانسيس وان انا باجي احدد له حاجات معينة واشوف المبنى بالنسباني هيتصرف ازاي زي اي بحث علم كان لازم يتحط له هايبوتوسيس او فاردية فاردية بتاعتنا ان احنا قلنا متوقعين الباكيج بتاعت الباق ازاي ان انا هادير الموضوع او المعلومات بتاعت المبنى انت مش بتدير المبنى انت بتدير المعلومات اللي تم محاكاتها في سيميوليشن انه وبالتالي بتقدر تاخد ريسبونس على المبنى انت بقول ان انا بدير المبنى ده لما بيكون الموضل نفسه وهو انتر اكتف وان فيه سايبر في المبنى وهنتكلم على الكلام ده وهي بيعرف الموضل ده ياخد عليها ريسبونس فبيخليها تتصرف تاوطي تكييف تعليل اضاءة وتعمل اكشن معينة فبالتالي احنا لا مش بنتكلم كنا في الجزء ده لكن احنا بتتكلم على ان انا بدير المعلومات نفسها للمحاكات طيب اخدنا الفردية وان احنا قلنا طرحنا قد تكون زي ما احنا عمين اي بحث عيني هي مش ضروري اللي انت تثبت ان الفردية صح انت بتحط فردية بتيجي في اخر البحث انت بتقول هي يا اثبتت بالايجاب او اثبتت بالسلم وده اللي بيحصل حتى النتيجة الناجاتف اللي بتطلع معينا في الاخر هي نتيجة حتى لو النتيجة دي مش على هواك ان انت المفوض ان انت كباحث بتبقى محاين وبتشوف التجربة للاخر وبتقارن نتائج عشان تقدر تقول بعد كده سكانت الكلام ده مزبوط او في ارو طيب احنا هنا كان اي سؤالنا الرئيس اللي احنا بنختار ده زي ما احنا عارفين انا بلاقي مشكلة المشكلة دي هي اللي بتريز الريشرش بتاعي كانت مشكلتي ان دلوقتي اتطلب اعادة تأهيل المبنى ده واعادة ترمينه والريستور كل المجموعة النتحفي اللي كانت معروضة في فترة زمنية قصيرة جدا طيب انا ده مشكلة البحث بتاعتي والمشكلة الجلوبال او لو انا بقول ان فيه يعني جول وفيه ايم الجول الكبير بتاعي ان انا هنا بلاقي ان طبعا عدم الاستقرار الظروف اللي حصلت ساعتها ان فيه مشاكل قدت ان المبنى ده يمفجر علشان تصرف ارهاجي طيب انا هنا بارجع اقول حاجة تانية ان هي عدم تأهيل المباين التراثية لمقاومة الظروف دي طبعا محدش هيقدر هو يأهل كل المباني الاسرية ضد التفجير لكن على الاقل المباني اللي موجودة في اماكن كريتكال زي المرحف طيب الفكرة كمان ان انا باجي على مستوى البحث لان انا بقول ان البال هل يقدر يحقق نتيجة افضل عن او زي الريبت الوحده او زي الريدي او دوكاد او زي الريمافيرا هل كل واحد وهو الوحده افضل ولا ممكن الكمبايند ويرك اللي بيعملوا البال يوصوني نتيجة افضل فتخليني اعرف اعمل ماناجمنت اسرع هنشوف القصة دي خليها بس احنا في الاول نتعرف على ايه الفارق ما بدي لكم الباب ده ده مجموعة من البرامج بتشتغل مع بعض هنشوف القصة علشان تطلع مبنى محاكل زو معلومات على لبل اوف ديتايلز معينة يعني انا ممكن اقول اللي انا عندي لبل اوف ديتايلز اللي انا بدخلها للمواضل دي مثلا 300 وموكن روامية وموكن روامية وموكن 500 على حسب كمية المعلومات طيب في حاجة تانية اللي انا كمان بعمل تطوير في المعلومات اللي انا بدخلها وهنشوف الكلام ده دي باتي مع معا طب انا الاول اول حاجة محتاجها عن المبنى ايه اول حاجة محتاجها في المبنى ان انا اعمل الموضل بتاع المبنى في 2 cases احنا اشتغلنا بيهم في المتحف الاسلامي جبنا كل جلوبل بالمسري دي ليزر سكانر ودي اداة لجمع المعلومات هي عبارة عن يعني جهاز بيبعث اشاعة ليزر 360 درجة افق رأسي في نفس الوقت بيسكان كل البيئة المحيطة بتاعته بيرجع يبعث لي احداثيات للنقطة بالسري اكسس الال اكس والواي والزد طيب هو جاب المعلومات دي اخدها وبقت عنده نقط مساحية فالكمية النقط المهولة اللي كنت اعملها هو فراه وبقت بتتسمى نقطة point cloud او غيمة النقط غيمة النقط دي هي دخلت لي انا بعمل عليها digitizing عشان اطلع الموضل بتاع المبنى او فيه في ال advanced يعني احنا كل يوم احنا نفسنا يعني بنتعلم لان مش حاجة static في المجال دي ابدا يعني بدأت النهاردة فيه بيسام softwares بتتحول على طول point cloud لrivet model ودي بقت هي نفسها نقلة نوعية لاني احنا بنتكلم احنا كنا بنقضى نوسق الاماكن الاسرية والقطع الاسرية دي لا بالشهور وبالسنين احيانا يعني فلما نوصل ان احنا مرنا يقدر يتعمل له سكان في عدد من الايام ويطلع لي model private مرسوم ومصحح طبعا ده يعني عجيز في وقت قليل جدا اللي بدأت تظهر فيه التقنية بتاعت laser scanning معروف ان طبعا الاوقات احنا بنتكلم هنا مزيج ما بين البحث الايام والprofessional ان احنا الاجهزة دي غالية الاجهزة دي حتى لو هتؤجر هتبقى برقم معينة فممكن نكون احنا بناخد بها global scanning وبعد كده بنجتدي specific details بنعملها بال total station او بنعملها بالطرق اللي هي المسيحية الادم او الالكتروني دستانس بيتر اخدنا الموضل بتاع المبنى بقى عندي المبنى فاضي كده كده انا معي في المبنى فاضي طيب انا عندي دايما اشهر المعملين اشهر برنامجين بيشتغلوا عليهم اللي هو الاوتوكاد والريفت فاميلي خلاص انا بقى عندي الفايل ده وببتدي اشتغل عليه بالextension بتاعه اللي موجود يعني يا اما عندي cloud works جوا الاوتوكاد يا اما عندي جوا الريفت ودي الشانل اللي بتقرأ الفايل اللي بيطلعوا السوفتوير بتاع السكانر على حسب هي نوعها ايه وبيروح يتقري على البرامج اللي اتنين دون ففي الكيس اللي حم نتكلم عليها دي احنا كنا الليزر سكان نفسها هي بتشتغل بسوفتوير ستو سايكلن السايكلن ده كان بدأ ياخد الpoint clouds وبدأ يجمعها ويحاولها يعني لبيانات مساحية بتدخل على الكمبيوتر ودخلناها على two extensions قرناها من خلال الاوتوكاد cloud works ويعني ودي حاجة اداة للاناليسيز نقدر ان احنا نرسم بيها فوق الحاجات دي يعني اوتوكاد ودخلنا من الناحية التانية بالريفت كلاود وورد عشان نعرف نعمل الموادل ويتقري عليه طبعا كلنا عارفين ان اي حد بيشتغل بم هو الوسيط بتاعه ريفت يعني لازم يكون الموادل عندك ريفت عشان تقدر تشتغل علي لغاية ما احنا عملنا مبنى موادل سلاسي الابعايد كده احنا ستلفل 3d يعني خلاص حولنا المبنى ل3d باجي بعد كده احنا عارفين ان البرم ده او نمزاجة معلومات المباني هي بتقول بتضيف ابعاد تانية للمبنى هي مش بتضيف ابعاد زي الارتفاع وزي العرض والطول لا هي بتضيف بعد تاني في المعلومات زي ما ما نيجي احنا بنتفرق على سينما ويقولك لا السينما دي 7d او 9d هو كل دايمانشن زيادة هو بيحطه هو بيقصد بيه بعد اخر في عمق الاكسبرينس نفسه فهنا يقصد بال4d البعد بتاع الTIME انا هنا دخلت زي ما كنت بعمل برنامج زمني عندي موادل بشوف عليه البيب ده شكله ازاي وفيه هنا الكلاش دا بعمله كلير من ده ازاي وابتدي اتعمل معي كأنه اداة البرودكشن بتاعة الQS او الQuantity Surveying وفي نفس الوقت ان هي اداة تطلع لي short drawer accurate لا انا هنا بشوف دا عايز اشوف طيب البيبان مثلا دي اللي انا هعملها كبان تاخد وقت قدقيه فبارجع على البرنامج الزمني اشوف الباند دا عندي بيبتدي امتا وبيخلص امتا الDuration وهل هو على Critical Pass هل هو Linked Activity في حيجة مثل الملكة بيه ولا لا بيبتدي ادرس كل الكلام فكانت هنا دي separate packages انا بوصع على دا وعلى دا ما بين الاثنين فما طلعتش لها انا الرافت بالنسبالي علشان يتقري على البرمافيرا هو كل البنوت وكل الاكتيبتيز دي هي معمولة لها Layers اللاييرز دي هي بتدخل على بعض naming معينة Coding مش دخلكم في تفاصيل قوي بس يعني هي مفروض ان هي تبقى Layers انا هنا دي عندي الممبر بتاع الكامير مثلا اللي احنا عاملينه علشان الانتيرير بتاع المبنى كان معمول بعض الكامير بالفايبورز الفايبورز دي هي هنا في البرنامج الزامنية اسمها فايبورز وهي في المودل اسمها فايبورز فبدينا نعمل مرج بالاتنين طب هو الريفت والبريمافيرا هيتقروا ازاي على بعض في برنامج والسيت اسمه Naviswork معظم الناس طبعا اللي تشتغل دان هي يعني تبيد هذا البرنامج بشكل كبير هو بيقدر يجمع الاتنين على بعض فانا في البرنامج كان عندي الاتم وعندي كل ايتم من دول هي ليها time وcost يعني انا بقول او بخلتها ازاي على البرنامج انا عندي مؤيسة اعمال فيها بنود معينة البنود دي بيحصل لها break down بتقل مثلا انا هعمل هنا ارضيات الارضية دي هي عندها layer وعندها pre layer وعندها تجهيزات معينة من مثلا تمديدات كهرابا تحتها ببتدي البرنامج دا بيتقدر بوقته بيتقدر بفلوس لغاية ما بعرف الاخر احسب الcost plus بتاعت البند بتاعتي دا عندي ازاي اخدت البند خلاص عندي time وcost وهنا في المودل هو بيرفلكت انه مرسوم كارضية تمام بيحصل بالنفس working من الاتنين بيبتدوا يتقروا على بعض علشان يبقى معلوماتهم مدمجة مع بعض في المودل خلينا نشوف الكلام دا بيتم ازاي احنا very simply طبعا احنا علشان الابراض البحثية احنا عملنا simplification للايتم ذي كانت موجودة ادي المودل بتاع المتحف الاسرين هو كان في مجموعة منها ان انا بعمل طبعا فيه كان تدخل انشائي على بعض العناصر المتدهولة الحاجات اللي وقع عليها حاجات تقيلة فبالتالي كانت لازم ان هي تتعدل تاني كان فيه بتحط بقى كاميرات مرقبة وعناصر بتقدر تشوف النطاق اللي في المتحف الاسلامي وتشوف الشارع عمل ازاي فيه بنود مجارة لان معظم الابواب طبعا يعني انهارت في التفجير اتعملت اضاقتين اتعملت انظمة متطورة للتكييف والانزار الحريق والاطفاق يعني وطبعا كل الشوكيز كانت اتدمرت زي ما احنا سوفنا في الصور كمان الالمانيوم وورك كل الوجهة اللي كانت مقابلا للمديرات الامن دي بالكامل حصل عليها وكان فيه مجموعة يعني اكساسوريز والحاجات اللي بتشير القطع الماوس يعني للقطع خصوصا الحاجات اللي هي المعروضة في اللانسكيب او اللي هي معروضة في المتحف نفسه بدون شوكيز دي برضو يعني فقدت والانزمة طبعا بعد الكيس اللي حصل بدي بقى فيه اهتمام كبير جدا بانزمة السيكوريتي طيب الفكرة بتاعة استخدامه كأداية من ادوات يعني نمزاجة المعلومات فكرة الباب ان هو بيعمل يعني ان هو يقدر يدينا سيناريو بتطور المبنى في الفترة الزمنية اللي المبنى فيها هيكون بيستعمل اثناء الكنستركشن طيب انا هنا عندنا مشكلة في المشروعات المشابهة ان كان بيجي الانر في مرحلة معينة اقول يا جماعة لا دا احنا سحبنا جاش فلو كتير قوي واحنا مش هنقدر نتابع بالفلو دا فمحتاجين نهدي الشغل شوي ودي كان بتحصل كتير في المشروعات خاصة ما يكون الكرانت حكومة يعني فدي كانت هنا بتخليه هو مش قادر يوازن او يشوف المشروع الفلوس قدام الادئي فهو بيطلب شغل كتير جدا وهو مش عنده ادراك ان الشغل دا بيقابله كشف له عين الادئي او فدي كانت نقطة من النقطه اللي تحلت بالبن لان انا هنا عندي القد عندي التيم بقدر يجيب له السيناريو بتاعي انا مثلا دلوقتي في ديسمبر فانا اقوله احنا شهر ستة المبنى دا هيكون شاكله عامل ازاي وصرف كان فبالتالي هو او لأ انا شايف ان الادئ دا محتاج يزيد فبيبتدي يحصل كوريكتب اكشن عليها كوريكتب اكشن دي قدامها فلوس فبالتالي يبقى هو شايف كمان الكاشفلو يقدر يعمل بقى. طبعا في الكيس دي هو كان الكاشفلو ما كانش فيه مشكلة قبل لانه هو يعني كان فاست تراك بوشد وناس كنتفاهمه. لكن في بعض المشروع التانية بيدخل الكاشفلو نيجاتف وبوزف يعني هو يقول لك انا تمويلي ليك كذا في الشهر وانت يوهاف تو ديستريبيوت الاكتابتز بما يناسب الكاشفلو بتاعي. اللي هو بقى التضفق السالب والموجب اللي احنا عارفينه في ادارة المشروع. طيب. انا هنا بقى بتكلم على بياند كومنتيشن. انا مش دوري ان انا بستخدم الموضل ده علشان ادوكيوبوت خالص. لا معروف ان دايما يعني احنا احنا طبقنا الفور دي والفايد دي انا اشتغلت على التايم والكورس. وانما اي مباني اثارية هي مصلي هي فاسيليتي مانجمنت في الاخر يعني انا هدير المنشأة دي للصيانة مستقبلا كده كده. ودي حاجة هنا نت نتاشفل يعني في بعض المباني جديدة انت بتصان او لا تصان. في ناس بتتدخل وقت وقوع الضرر. او لو ما يحصل مشكلة يتدخل. لكن الاثارح احنا هنا ما بنوذرش. احنا عندنا ان احنا لازم نصين المباني دي. حتى لو ده ما بيحصلش في المباني الاسرية الغير مستعملة. لكن في المباني المستعملة ده ضرورة. وما ينفعش انه هو محاجر ينور حاجة وما يكون مستخدم كمتحف وكان على فكرة عليه فيه كبير جدا. طيب. انا في الكيس دي كان فيه مشكلة تانية بتقابل الناس ان هي باقي ينفس ده بلاقي ان فيه تعارض مع بعض العناصر وبعضها. طبعا مع الرفت حتى العادي الكلام ده بيبقى شوية محلول بحاجة اسمها ان هو يقدر يقول لك خد بالك ان فيه تعارض ما بين الممبر ده والممبر ده. فيبتدي يكلير الديتكشن ده ويشوف الكلاش يتحل ازاي يرفع المنسوب ده او يحرك دي. فبقى يطلع لي شوب درونج حقيقي. ان انا اقدر اخده انافس بي. ودي كانت برضو في المباني الاسرية مش مية في المية بتتحقق. بالعكس ده كان بيحصل المشكلة او ونروح الناس نشوف اه نوقف عليها كده يعني بالساعات علشان لا دي عايزة تعمل كذا لا ما دي هتخبط في كذا. وكان الناس بيبقوا شايدين الممبر دي ويطلعوا يضربوا بيها. من الوقتي نتكلم في حاجة يعني حتى من قبل ما تقوم تبص في التنفيذ. كل الحاجات دي كانت جاهزة للمرحلة كانت تحمل نفس بفعل. يعني كان كل السميريشن والحاجة دي واضحة لكم. في كمان يعني معروف ان في سابورت تيم وراء طريق الكونستركشن اسمه او المكتب الفني. ده كله كان جزء كبير يعني بيشتغلوا الانفويس ازاي ان انا احصل كيو اس وان انا اطلع مفتخلص. الاثنين خلاص هو محلولين في الكيو اس ان هو بيطلع من الرافت. وكمان ان الانفويس اسوايل ان انا رابط على الفايف دي او على الديمنشن الخامس ان الكوس دي محسوبة. فانا اقدر في اي وقت في الشهر الفلاني انا عارف الانفويس بتاعدي بكام. بقدر اطبع ده واقدر ان انا على طول اقدمه للصرف. دي ان نحط الاول المتحف الاسلامي على يعني احداثيات بتاعته. حركة بتاعت الشمس بكونا وايل ان احنا اردي بنعيد التجربة داني. فكان لازم نبص عليها بشكل اعناق شوية. كان بيبقى ملاحظ ان في كل الكولكشن على الوجهة المقابلة للمدرية. كان عليها شمس عالية وان ممكن يكون فيه تأثير على الالوان بتاعتك. فلما جينا عملنا الاستادي دي لقينا ان احنا كل الديوريشن بتاع ده ساعات التشغيل بتاعت المنحف هيلاقي دايما ان فيه اشعاع شمسي كبير جدا في الوجهة دي. فبدينا هنا نبتدي يقول لا ده هنا لازم يبقى فيه فلاتر تكسر الشمس دي وتخلي الضوء اللي بيدخل للقطعة الاشارية هو حاجة غير ضرة بيها لان هو ده الغرض الاساسي علشان نقدر ان احنا نحافظ على المجموعة والملحفية. بعد الرسم المناسيب الرقصية داي ما بيحصل دي كلها وسائل data entry ادي الشابيك اللي اتعمل عليها كزا لاير دي اللير اللي برا وطبعا اتعملت يعني من الحديد وبعديها ازاز اللي هو ضد الصدمات وبعد كده اتحطت لاير من القماش واحدة ورا الثانية مع شبك من الدهر علشان تسرب الاشاعة دي يبقى متحكم فيه. كل الخطوات زي ما احنا بننفذ دخلت للمدر يعني احنا عارفين كلنا الناس بتاعت التنفيذ اللي احنا اعمال الاسقب بنبتدي نشتغل فيها بعد ما بنخلص اعمال الاسقب بنبتدي ننزل يعني الترميم بيشتغل بطريقتين بيشتغل انشائي من تحت الفوق لازم ادعم الاجزاء اللي تحت اللي فيها ضرر وابتدي اطلع فوق التدعيم وبعد كده لما باي اشتغل الترميم يعني بيشتغل العكس فاحنا كان الفريقين بيشتغلوا بغاية مرحلة انشائي ما كانش فيه مشاكل كتير ما حصلش ضرر انشائي عمل لابنا لانه كان مدعم كويس جدا في 2010 قبل التبجير يعني متعلق على فريقين حديد كان يعني فيه مجهود كبير جدا من الفريقين قابلينا جينا في المعماري اخواص حبيشتغل بالطريقة دي فبدينا اد لير ولا لير يعني بخبر التنفيذ اكبر من هي حد بيعرف يعمل موديل ممكن بيه حد موديلر كويس جدا بيعرف يعمل موديل لازم اي حد بيكون بيستعمل الحاجة دي باغراض بحثية لازم يكون فاهم ان انا يعني كباحث مش كفاية عندي ان انا اقدر اعمل الماضي ونمزج المعلومات زي ما بيقولوا لكن لازم كمان اكون عندي الفكر او السيكونس اللي المفتوض ان احنا نمشي بيه بدينا نحط الحاجة ورابعة لو احنا نطيفين السور الموجودة هي من فوق بتبتدي من الشمال بتبتدي بقى يعني لير اتحطت لير الارضياء بعد كده واضح لشبريك انضافت بعديها بشوية الكامير الفايبر في السقف بعد كده الشو كيسز اللي هي المراحل اللي احنا بدينا نحطها المغز بيها الموديل ونقول لنا لا انا هنا هعمل دي الاول لا دي هعملها طب الكامير الفايبر اللي فوق ده عيرة ده مشا ينتبقى عنه تبقى لينا ده كيبو في الاخر عمشان نعلق عليه الاداءة مرة واحدة معروف من الاداءة دي مرحلة بتبقى كلنا بنخيف ان هي تركب بدري فنبتدي نحطها في معادها المظبوط اللي ينفع تدخل فيه لغاية ما اكتملت الصورة هنا طيب جدنا جدنا هنا اللي اصلت ما بين الـ 4D والـ 5D والكمان الموديل نفسه خلاص هنا هو بقى لو احنا شايفين في الصورة هو عنده ديريشن عنده اكتيبيتي الاول وبعد كده عنده ديريشن وعنده شهور ويعني cost distribution بقيت انا لو انا جيت بالمؤشر عند اي شهر من دول انا هشوف المبنى بتاعي هيبقى شاف له عامل ازاي بعد محرك السهم انا مدخله مثلا في يناير هيكون الحيطان خادت بريلير او خادت مثلا بلاستر فجي في يناير انا دلوقتي انا على المباني لما جيت حركت اليناير لقيت خلاص البلاستر دخل معي في الموضل ليه علشان انا مدي له المعلومة دي وانا حطت الـ time schedule لما جينا عملنا الـ merge مباني الـ 2 dynamic simulation ده هو بيساعد زي ما احنا قولنا انه يعرف السيناريوهات المختلفة اللي هتحصل في التنفيذ ايه اللي هيخلص انتو؟ plus cost انا هصرف ايه على المبنى علشان يبقى شهر مايو بالحالة دي لأ طب انا هقدر اعمل ده طبعا عايزة سارع عندها بقيت خلاص المشاكل اللي احنا هنشوفها هي productive قبل ما تحصل بالفعل ودي كانت فعلا معظم المشاكل اللي بتحصل اثناء الترمية هي اما over budget اما مفيش تمويل اما عندنا الفلوس بس مفيش بلان كافية تخلينا نصرف الفلوس دي فكان بتيجي علينا حيجة اسمها يعني نهاية السنة المالية فنرجع الفلوس اللي معنا فيقول لك انت ما اشتغلتش بيها يبقى انت مش محتاجين فكان دي سيناريوهات متدورة من يعني عشرات السنين كانت بتحصل في الطبيعة دي من المباني فانهار ده لا ده انت حاسب الحاجة والكلام ده موجود ما بقولش ان هو كتجربة مالوش limitation لا طبعا فيه limitation اللي في التطبيق وهي بالنسبالي انا كحد مثلا حجم الفيلات المهول اللي بيبقى عليه الموضل بيخلينا نعمل simplify لبعض الائتم بشكل كبير علشان نقدر ان احنا نستوعب الحجمة بتاع الفايل ده ان الاجهزة بتاعتنا تقدر تشغلها لان غير كده انت عايز بقى workstation بقى اجهزة يعني بقى ارقام فلكية مش كل الناس هتقدر تقفورد حاجة زي كده عشان اعرف ادخل تفاصيل التفاصيل للمدرم فدي مثلا من اليميتيشن بتاعت الباب اللي هي محتاجين ان هي تتحالي ايه دي بتاعت المبنى بالتواريخ بالاسكاليوال بتاعكم بالاكتيفيتز وايه المين وايه اللي تحتيه والبريك داون زي زي ما بنكون احنا بنعمل برنامج زمني على البرماديرا وفي نفس الوقت عندنا موضل ده كل المعلومات مقرية مع بعض يعني لو احنا بنتكلم على حيطة واحدة فانا عندي طبقاتها كل ده موضل وعندي الوقت وعندي الوقت بتاعها وعندي هتبدأ امتى وهتخلص امتى وهتكلف في مكان واسكان كمان عندها ارتباط بأي اكتيفيتز وهي شخصيا ليها حاجتين ليها level of detail وليها level of development ان ممكن ال detail بقول بقى التفاصيل ارض بدخل دا الحيطة دي مدمونة ياتن وياتن دا دجري رقم كذا ومتوفر في كذا وهو ال serial number بتاعت ال RGB بتاعت وكذا نتكون يعني من الالوان نسبها مع بعض عاملة ازاي وكل المعلومات بتاعت التصنيع وكمان ممكن ادخل معلومات الاضافية ان هو to be revisited امتى ان انا محتاج ارجع اعيد على الدهان دا او اعمل له الربير بعد قد ايه على يعني level of development ان انا في تطوير ان انا هنا بحط اللياز كلها ولا باجي يقدي اه دا هي خلاص فجأة تلاقي حيطة مباني فجأة تلاقي دا هنطلق ما في مراحل في مراحل تطوير في النص سواء للمبنى او للانصر ببتدي هي كمان تدخل معي في الحزبة كل دا بيفرق في مستوى المعلومات اللي بتدخل للموضل عشان اقدر اقول اللي انا عندي ال od 300 ولا 400 ولا 500 كلها مستويات من التفاصيل والتطوير اللي بتدخل على العنصر علشان يبقى قد ايه هو يحاكي الواقع يبقى كأن انا عندي نمزجة متكاملة للواقع دي نمازج من ال flash detection اللي بتطلع من ال repost يعني رافيت والنفس وورك اللي بدينا عندهم نفس القصة نحنا كان عندنا الكامير الفايكر واحنا بنرفعه فلقينا بيكلش مع الببان مع اتفاع الفضيع بتاع اللبنى يمكن الكلام دا كان مفترض بالشوب دروينج بدينا لما جينا ندخله في الموضل لقينا فعلا ان في حيك كتير عاملة clash بدينا نفري ونعالج الكلاش دي علشان نقدر في الاخر ان احنا نطلع شوب دروينج انا خلاص مش محتاجة بص تاني عليه انا بروح اوديد التصوير دايما كان في مرحلة بتحصل في الاثور حاجة اسمان مطابقة نحن بتفترض شوب دروينج ننزل من راجعه على الواقع نلاقي ان هو تركت ربعه بس اللي ينفع التنفس والربع لا دا لازم دا يتعالج ودا يتعالج وخاصها بقى نحلها على بود والناس اللي شغالة في المجال عارفة طبعا الكلمة دي يقام بس دي كانت بتحصل كتير هو خلاص احنا يعني ما بقيناش قوي محتاجين دا لان احنا لقين طول بادة تساعدنا ان احنا نعمل ادي الكيز بتاعت بفور ان افتر يعني السور الواضحة طبعا اثناء حتى باين فيها من الموات الاسرائية وهي على الارضة مضمرة واضي السور اللي هي بعد ما خلصنا المشروع في فترة قليلة جدا اعتقد ان المشروع كل خلص في 11 شهر كان بالكامل المبنى رستود ونقدر بشكل بسيط جدا زي اي باحث علمين انا قادر اقارن نتائج انا النهاردة عندي السقفة انا عملته قبل كده في الترميم اللي فاته انا عملته المرادي بشكل يعني مختلف وبادارة مختلفة لمجموعة البرامج اللي دخلت مع بعض عبر النافس وورك وطلعتلي موضل موضل ده عليه كل المعلومات وبقى انا عندنا اه لا لا ده هنا هتكلش في ده لا ده هنا هنبقى صرفنا قد كذا هنا هيبقى عندي مشكلة في الحكة دي يبتدي جزء ورا جزء يعني بتبقى القصة مدروسة بشكل جدير جدا وتقدر تخلينا في الظروف الحرجة اللي وجدتنا في الكيس بتاعت المدحف الاسساني ان احنا بريستور ملموعة مشاكلة كل العناصر دي يعني اتشيفد بالفعل اللي هي كانت يعني قدرت توصلنا كان اهمها حتة الكوست افاديواشن اللي هي كانت بتقابلنا فيها مشكلة كل مرة واللي سكادي ولين طبعا لان اقدر اطلع كمان يعني اكتيفيتز وريسورسس بتبقى متعرفة وان انا اقدر اطلع شورت لست زي كل تو دو لست او يعني وان تو دو وات الحاجات السامبل اللي بديها للفريد الصغير اللي مش محتاج يشوف البرنامج العملاق اللي كنا بنطلعه معظم المشاكل بتاعتنا في المشروعات الكبيرة ان احنا بنطلع حاجات معقدة مش اي حد ينفع يقراها فبالتالي انت بتيجي تدي رئيس العمال برنامج زمن يوم شوفهم في حاجة هو عايز الشورت لست بتاع فلان هيعمل كذا يوم كذا يعني الديستريبيوشن بتاع الربورتينج والكلام ده طبعا كان ادفانسد جدا في الطريقة دي علشان نقدر نعمل بيه حاجة طيب ايه اللي احنا وصلنا له لما جينا نقرر نتائج مع بعض نرجع تاني للأكسبرمنت اللي تمت بس احنا بنين الموديل بعملنا الحاجة معي الحالة للمشروع القديم ومعي الحالة بعد اعادة المشروع بالطريقة دي وجينا يعني قارننا النتائج بتاعت الاثنين لقينا ان البام طبعا كان efficient اكتر لان هو اتعمل في موديل لكل الحاجة قبل الخلاش ديتاكشن اللي حصلت وخلتنا نكلير الخلاشز قبل ما ننفذ يعني وحفرت وقت وجود فضيع الفكرة بتاع التخيل ان انا بقول ان ايه السيناريو للسنة الجاية انا عاد سنة تقريبا 11 شهر فاحنا كل شهر احنا الشهر جاه نحتاج كذا واللي بعد وكذا واللي بعد وكذا وعارف معلومة دي من قوي يوض فهي كان يعني manage his resources علشان يقدر يوفي فلوس دي في الوقت كمان ان هو قدر يعني يحدد ال facility management expectation بعد كده هو ده مبنى مدحف وطبيعي انه هيتدخل عليه فلما انا بدخل له ال provider ده والمكنا دي بت محتاجة سيانة بعد قديم محتاجة قطع غيار امتى محتاجة تشيك امتى دي حاجة مهمة جدا في تمام كان في ال research بتاعت البام يعني حاجة اسمها accident prevention اللي هو التنبؤ بالحوالس انه يقدر يشوف ايه المشاكل اللي بتحصل بس كانت دي بتبقى يعني مازالت طور على حد علمي يعني مازالت طور التطوير البحسي وكانت بتعتمد على حاجة اسمها cyberphysical cyberphysical هي دي حساسات بتتعلق في الموقع هي responsive جدا وليها اتصال مباشر بال bin model اللي هو بتاع المبنى ناشو يوم ما بيقرأ راية هو عنده يعني معلومات معينة يوم ما بيكون عنده معلومة تقول مثلا دايما دايما ضربات الحرارة ماينفعش يتعرضي 20 تمام عشان دي زروف اللي بتعرض فيها بعض القطع الاسرين يوم ما يلاقي ان الحرارة عالية عن رقم معين او رطوبة عالية عن حاجة يبتدي يبعث اشارة للموضل اللي هو interactive يبتدي يدرس تأثيرات الكلام ده احيانا بيقرأ status ويبعث بيها لما تدخل له البيانات لما يحصل مشكلة ده contact فلان بالايميل او ابعث له يعني انذار زي انذارات السرق اللي بتطفل شواء او في يوم ما حد بيبريك السيستم بتاعها بتروح متصلة بالبوليس ومتصلة بسحر مجانة على طول فبيحصل كمان الكلام ده في الموضل ان هو يقدر يريسبوند ويقدر يكلم في الجهات يقول ان انا عندي مشكلة في الحتة دي ده احد يعني العناصر اللي ان هو مربوط بـ تعملنا او البلدن مارجنم سيستم فيه بقى نوع تاني اكثر تقدور ان هو يعني it can take an action اللي انا مثلا شفت الـ heat over heat مثلا انا اقدر اشغل الحريق انا اقدر اعمل ده ما بيبقاش محتاج لتدخل الماني والمباني اللي اثنين بس طبعا على حسب الـ data اللي دخلاله ودي حاجة مش فور جرانتد يعني بتبقى متصممة المباني لو هي كلها معروضة جوا شو كيس ده كيس ده حاجة لو الـ object قصد يعني ولكن الـ object لو فيه object معروضة بره فدي ممكن ما تكونش تقدر تعمل تعمل الصقم الماية مثلا عليها الماتيريا اللي بتاعتها ممكن تتأثر فلا يبقى هنا انا محتاج قرار بشري بالاضافة للقرارات دي فبالتالي الـ integration بقى ما بين الـ this is another aspect of research وده من الحاجات اللي فيها يعني افاق مستقبلية هتبقى اعتقد فور بيت نظري هتبقى وعيدة بشكل كبير نعم الـ conclusion بتاع القصة دي احنا كنا في الاول خلص قلما ان كان فيه فارضية ان احنا ممكن نوصل لـ better management system لما بمستخدم الـ building information model احنا بالارقام بقى يعني ما جينا نشو الارقام ما بين الاثنين مواعيد التنفيذ العدد اللي واحد اللي بيطلع زمن المراجعات فيه بقى indicators كتير ينفع يتقس منهم احنا قام عمارين لكن في الاخر عشانا قدر اقول اللي انا عندي حاجة احسن من حاجة هي مش بقراء الناس بس يعني احنا مش بنترح قوات شانير عام وخلاص لا فيه measures طالما ان الحاجة ليها measuresين فتتقاس منها فاحنا لازم نقيس فبنقيس ده بدينا نقارن النتائج وعرفنا فعلا ان فيه تحسن شديد في الاوقات وتحسن كمان في قصة بعض البنوط بشكل كبير اللي هي كلها حصل لها clearance للdetection of clashes اللي ظهرت معيه كمان هي الطريقة بتاعت ان انا اجيب حد يعمل invoices وحد يعمل كاشفه وحد يعمل وحد يعمل برمافيرا time schedule كل دول مع بعض حقيقة يعني package مفاصلة وما بينفعش ان احنا نبصرهم بصة واحدة الا بالنفس work ان انا ربطت كل المعلومات دي مع بعض وبقيت اقدر اشوف كل ده في وقت واحد فبالتالي زي الcorrelation يعني زي اللحظة الاني في علاقة اسمها الcorrelation ان انا بشوف كل item لوحدها يوم ما جيعملهم يقولك اه ده اخل بالك ده كل ما بترتفع درجة الحرارة كل ما الخشب ده بيتأثر في المكان ده كل ما بيحصل تدهور للوجهات فبالتالي بقت انا قادر ربط العلاقة بدي بدي عن طريق حالة فهي بالتالي الماجرز دي هي اللي انا هنا من غير ده ما اقدرش اقول ان انا وصلت الحاجة لا انا لازم دايما يكون عندي ارقام بتطريبت مع بعض عشان اقدر اقول ان انا حسنت ده يبقى انا هنا بقول يعني كمان في الفكرة بتاع البحث لقيمي علشان انا يبقى عندي بومت محددة قوي انا بدرس حاجة والتأثير بتاعها على الحاجة التانية فهنا كان انا بقول ان البام ده هو الطول تمام اللي بيدخل على الحاجة اللي هي ترميم المبنى باستخدام الطول دي اللي هو هيوصلنا لنتيجة افضل فبالتالي بقت النتيجة اللي طلعت انه هو فعلا من المؤشرات دي والوقت والتكلفة بقوا افضل طيب بالمؤثر بقى الاساسي عندي اللي انا عايز اوصله هو مش البام اللي انا عايز اوصله وحققه هو البيتر مانشبوت واللي كانت الطول بتاعتي او المسد اللي انا اخترتها اخترت البام فبالتالي هي هنا الفكرة بتاعتها كل النسب ما زالت في مصر يعني حتى الجهاد اللي بتتبنى للشغل بيه هي بتتعامل معاها كأنه لكن لكن هو الكلام ده حتى في البحث العلمي هو بقى احد العناصر اللي بيحاكي بيها اداء المباني علشان يقدر يوصل للنتيجة زي ما النهاردة محدش بيشتغل بيقيا على مكان الا ما بيكون بيشتغل زان و بلدر او بيشتغل انسوس لكن النهاردة اللي يجي يشتغل مانجمنت بتلاقي بيروح للبرمافيرا لا ما هو فيه بيشتغل مانجمنت بتلاقي بيروح للبرمافيرا بردو حاجة اللي نصدد ان احنا نقدر بيستغلها كأداة واسيطة شكرا لكم يعني انا اتمنى مكنش طولت عليكم ولو فيه اي اسئلة طبعا يعني احب استقبلك شكرا لكم كزاكم اللي اقول الخير يا دكتورة يعني ما شاء الله بحث شايد جدا واسبتنا معنا كترا جدا اتمنى اي حد عندي باسألي انا الرئيس عندي لو في اي حد عنده اسئلة اه دكتور شيماء تفضلي سلام عليكم ازاي حقيقي دكتور اهلا دكتور شيماء انا اشكرك على المحاضرة الجميلة دي جدا استمتعت وانبهرت بصراحة بالعمل الرائع دوت هو اه مش مش مجرد اسئلة قدم انا انبهرت فعلا بالشغل والداتا اللي حديك قدمتها حاجة يعني ما شاء الله جميلة جدا مرسي قوي ليكي جدا والمحاضرة فعلا جميلة اهلا مجيكي ربنا يكرمك ربنا يخليك يا دكتور اه بشو زي اه لسي اه لابت كل العناصر اللي موجودة في المبنى. يعني حتى لو كانت حاجات مخفية حاجات من الظهرة. فهمت اصلاح حضرتك. يعني انا احب بقى اقولك ان الليزر اسكان ده بيشوف زي معنينة بتشوف. يعني انا هنا وقفت وقديني مثلا المبنى ومستخد لي وراه جزء من مبنى. لسكدر هتصوف بالزبط زي معينك شايف. فبالتالي يا اسكان ده. طب انا بعمل ايه? علشان اقدر اشوف اللي انا مش شايفه. لازم اغير البوزشن بتاعت الاسكانر. فبالتالي مثلا لما كنوا اشغالين على اصل البرون. انا عشان اسكان الوجهة الواحدة انا كنت محتاجة اقعد في اربعة بوزشن من على جراوند فلور ليفل. وانصف سقلات للمستوى الاعلى عشان هو لو حد فيكر اصل البرون فهو عنده فروندورات كده طلع البره. ووراها تمثيل صغيرة فوق يعني مش على مستوى النظر. فبالتالي هي السكانر هي فكرتها ان لازم يكون عندها بوزشن بتحط كوردنكس معينة في اماكن بتبتدي تدي معلومية للمكان واقفة الجهاز فين. في بوزشن واحد واثنين وثلاثة واربعة. هو مربوط على الجي بي اس فهو شايفك وانت بتتحرك. وبيقدر يربط الكوردنكس كلها ببعض. وبعدين بيركب الاحداثيات ويطلع لك المسحة او السكان اللي انت عملته من كل الاتجاهات. ما يطلعش عادة المبنى من وان اسكان ابدا ولا بوزشن واحدة. يعني ده لو فاري بقى سامبل بيس وهي زي من انت عندك اوبجيك. لو عندك حتى اوبجيك بسيط مش مبنى يعني. وانت واقف قدامه. فانت علشان تجيبه من كل الاتجاهات انت محتاج تلف حواليك. في اما بتلف سيريو يعني مرتين جم بعد عشان تعرف تجيب ده. اما بتلف بندل وده الاكثر شيوعا طبعا. ده كمان اللي بيحصل في المبنى بالظبط. ان المبنى ميقى فيه حاجات بلايند. احنا مش شايفين الحاجة المستخبية ورا حاجة لازم نغير البوزشن بتاعت الجهاز وتتعمل ده. وبنعمل حاجتين. بنعمل حاجة جلوبال بنمسح بيها المبنى. وبعدين بقى عندي زخارف ا او عندي تفاصيل في الحتة دي يبقى لازم اقرب لها وعمل لها details وبتتعمل لها modeling للوحدة. وترجع تركب على الموضل الاصلي تاني. لان هي زي ما قلت لك من ضمن سواء بتاع 3d laser scan files. سواء point cloud او دلوقتي الجيل الجديد اللي بيطلع ريفت على طول. او ال bam files اللي هي الاحجام المهولة للملفات. دي دي نقطة. يعني هي مش تنفاتر الاجهزة العادية بتاعتنا من ناحية. ومن ناحية التانية عشان نرف احنا نشتغل عليها سواء البحث اللي اول شغلنا بتبقى دايما عندنا بنعمل simplification لتفاصيل كتير جدا. مقدرش ادخل كل الobjects دي. حتى ان باجى دخل object اللي قدامك في الصورة دي. بدخلها موكب. بدخل حاجة كتلة. لكن عشان اعمل الدراع والايد بتاعت الانفرات اللي قدامك دي. لا طبعا مسيزة نظر الصوري. طبعا نكون ردت عليها. نعم يا دكتورة. دكتورة أيام. دكتورة حضرتك جزيكم الله كل طير لمقادرة قيمة. مقادرة روعة ومعنا قيمة. ومهندسة حسناء بقولك جزيكم الله خيرا. دكتور مطلقة دائما. ومعنا لحماية المينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم على ما قدمتم معلومات قيمة. شكرا لك يا ستادا. شكرا لك دكتورة. عندما قدمت من معلومات. آآ لدي سؤال آآ. طبعا. شكرا لك. يعني أريد أخذ رأيك فيه. حسب معلوماتك ما هي فوائد استخدام البيمب في المجال الحضاري؟ شكرا. سؤال قوي جدا حقيقة. يعني زي ما قلت لك احنا النهاردة بتبقى عندنا شوية وانا بشتغل على مبنى واحد. المشكلة بقى في البيمب لما تيش شالي عليه اربان وايز طبعا اربان يعني خارجي ومدموعة مباني وسحيات ما بين المباني. احنا بنتكلم في حد كبير قوي للفايل يمكن محتاج يعمل ده بس الاهم من ده كله. انا بدخل الاربان للريفت او بدخله كموضل بيمب ليه؟ هل بدرس عليه كوست ولا بدرس عليه تاين ولا بدرس عليه ساستانابلتي ولا بدرس عليه فاسيليتي ماناجمين. ما اعتقدش ان الاربان بتحتاج قوي الاربان عدول ان هما يبقوا مدمجين. اه بعملهم لكن بعملهم سابرت احيانا. لازم الاول اسأل نفسي حاجة انا عايزة اوصل لايه؟ علشان استخدم اي طول تكون مناسبة لان ممكن تكون انا بعمل طول بتاخد من مجمودي وفي الاخر ايا ممكن تخلص بطريقة اسهل من ده. فعشان اقدر اقولت عليك بشكل كامل انت عايزة تعملي ده ليه؟ هل النتيجة بتاعتك هافل؟ او انت بتدرسي ايه في الاخر؟ بدرس كوست ولا بدرس ديزاين ولا بدرس ايه؟ هي دي المحاطة وان كنت شايفة ان في الاربان ممكن يكون مش شائع استخدامه علشان السؤال ده علشان هو انا هعمل ايه تحديدا فور كولوباريشن بتوين اكتر يا فور بان ا اه كولوباريشن بتوين اكتر يعني الفاعلين في المدينة يعني طب هنا البيم هيبقى دوره ايه يعني هو هيستخدم كاداة لجمع معلومات مثلا ان احنا نعمل موضل البيئة دي ولا هو اللي هيحقق تفاعل اماما عن الناس يعني يعني التنسيق بينما المجموع المتدخنين في المدينة وهو برضو ده اللي كنت بتكلم عليه ممكن هو يعمل كويس طبيعي علشان انا بموضل كل حاجة عليه لكن هو اللي هيقدر يوصل لك النتيجة بتاعكم انه مش هيعمل هو هيعمل هو هيعمل كليرانس للأكتيفيتز ما بينها وما بين بعض لكن اللي انت بتقوليه ده فممكن يبقى جزء من الماثدولوجي لان احنا كنا يعني اكيد عارفين ان الماثدولوجي دي هي مجموعة ماثدز مع بعض معظم من ابحاث المركبة بتبقى كمفاين استراتيجي اف يعني ماثدز فيها اكتر من حاجة يمكن البيم يعمل كونتروبيوشن لده بس هتبقى عامل زي ما تلك الليميتيشن بتاعك سنعمل كولوبوريشن وكمبوزت دراوينج الاربان وما بين اكتر من اكتيفيتز فاحنا بنتكلم على حاجة عن لقى هتلاقي نفسك بتعملي سيمبليفيكيشن لحاجات كتيرة حتى انت عرفت تتعاملي على الفي فآه ينفع لكن هل هو هيحقق النتيجة اللي هتجبلك البحث ده اعتقد لان هو مش هينفع الواحدة في وجهة نظريان شكرا لك يا استاذ شكرا عن اجابة جزاك الله مخايا جزاك من هوفر باشونت سحمد باشونت سحمد باشونت سحمد بعت سؤال مكتوب فيه تواجه ضخم نحو تحويل شغل هذه البرامج اللي يصير مبنى على زكاة صناعي وفي النسخة الاخرى من رفلت 2021 شوفنا اللي هم حمل هذه اللي عملية بعملية تصميم اللي هي كيف رحت اقلع من الهندسة مع عملية الاتمتة هذه يعني انا معلوميتي عن الموضوع في موضوع الاتمتة دي اللي هو الاندجريشن اللي كنا نتكلم عليه مع السايبر فايزيكل ان هو المبنى already automated بيضارع اي مبنى يعني automated بيبقى في bms او building management system هو مجموعة شاشات مراقبة بتاخد من كل الانظمة الموجودة بتقرى حاجتين بتقرى status وسكانت بتاخد action ولا لا فبتعمل ده وبعدين لو هي بتاخد action على المبنى فبالتاني بتبقى خلاص هي ليها control عليه البام لما بيدخل كموضل هو كمان الموضل بيدخل على ال bms وبيقدر يحرك ال bms عن طريق البرماغة اللي انت ببرماغه وانت ببرماغه ان هو لما يحصل ال status دي الاكشن اللي انت تاخدها تقدر تبعث لل bms وان هو كمان بيدار بصفت وير معين بقدر اقول له خد الاكشن دي في الوقت الفلاني على سبيل المثال في المتاحف مثلا احنا بيدخل ساعات التشغيل من تسعة لاربعة بنيجي نقول له الساعة اربعة يعني اطفي النور افصل التكهيف اقفل الببام وما فيش دخول حتى بيلغي تفعيل الدخول بالكروت للامنا نفسهم بتوع المتاحف فده احد الحاجات اللي بيعمل هو بقى بيكون كمان بيتكلم على ال artificial intelligence او ان هو خلاص هيبقى بعد تاني يمكن هي زي ما قلت لك وفي افاق بحسية كتير دخلت في المجال ده ما بتبقاش تقدر تقول ان هي هتنفع او مش تنفع لما تدخل التجريب يعني هنا احنا برضو دي early stage of experiment يعني هي نفعت في الكيس دي وفي الحالة دي واتوقع ان هي هتنفع بحاجات تانية كتير وخصوصا في مجال الاسار لان ده بيعتمد على facility management ونص facility management هي ان انت تكون اصل عندك pre-plan او corrective action اللي هتحصل بعد ما يحصل حدث يعني انت عارف تعمل ايه بدون ما يحصل مشكلة وعايز تعمل ايه لو حصل مشكلة ودي نقطة بتبقى نقطة جوهرية ومهمة جدا التخيل بتاع الدجاج الاصطناعي هو لازم يعني يبقى فيه حاجة واضحة قوي عشان تتجرب ولما تتجرب ساعتها هنقدر نقول ان هو يعني it worth it ولا لا طيب سؤال من الدكتور احمد نبالي تقريبا وقت بناء الموديل متجهيزه اخذ وقت ادي ايه وهذا اتخاذ القرار اللي نتم العمل بالبيم كان فيه معوقات كان فيه معوقات اكتر مما تخيل لاندرجة ان احنا كنا بنشتغل يعني اللي احنا بنقدمه للكلايند احيانا بيبقى بالباكتج العادية واحنا جغلين من ناحية تانية اي فكرة دي ده في اولها ومع ناس هي كلاسيكية يعني ده اصلا لما دخل شغل الكمبيوتر في المباني الاسرية وفي الكلام ده كان عاجية علم يعني كان في الغاية فترة كانوا مسممين على دفاتر الحصر اللي هي الورقية دي حتى مش الحصر الكمبيوتر يعني والموديل بالنسبة لي وهو لأ مش عايز يشتغل ده احنا عشان زي ما قلت لك كمت العملية البحثية بالاضافة ان احنا شغل ما هو ده اللي بتلاقي الاكاديم اللي بيشتغل يمارس المهنة فهو بيحاول يتناول الموضوع بشكل مفقه فيه فيه على فكرة ابحاث كتير جدا جدا معمولة على الاورنس بتاعت الاستيكولدر للبيم والاستيستي بتاعتهم في التفكير عشان يردوا يدخلوا هذه التقنية درجة انجلترا مثلا كلها بالكامل المكاتب ستشغلها بيم مصر اعتقد ان انا متعاملتش مع ثلاث هيئات اربع هيئات بس هما بيطلوبوا البيم اصلا في التعاقضة وكلوما فكرة مش حاجة عديدة النسبة للجزء الاولي بالسؤال بتاع وقت بناء الموديل كان قديم الموديل كل الفترة بتاعتها ما كانتش فترة قصيرة يعني هي اخذت عشان يبقى موديل يعني اخذ شهرين ثلاثة وكان طبعا بيحصل بعد الكلاش ديكشن دي ما تحلتش في غير يعني واحدة ورا واحدة يعني عشان نقدر نقول ان هو كان يعني وصل لمرحوته النهائية اه يعني كان في فترة كان البروجيكت التدخل اه تمام دكتور فيشل بيقول لو احنا عندنا الموديل اه البيم تعمل خلاص اه هل ممكن احنا استفاد منه ان احنا نعمل نمازج صغيرة من المكان اه زي مثلا اه لو احنا عندنا مصنى قصر برون ممكن نعمل منه نمازج صغير من خلال البرون تفسير دي او ممكن استفاد من الموديل دوت ان احنا ندخل معلومات تاريخية لحاجات تتبانيك فين؟ تفسير الموديل ده مفيد فرحكتين لان انت ممكن تعمل واكسروب لان احنا خلاص عملنا موديل لكل حاجة المبنى والاسار وكل ده انت تقدر تعمله دلوقتي تبعا بعد موضوع الكافد ده بقى في زيارات للمكاحف الفترة دية علشان الناس اللي هي عايزة خلاص ما بتقدرش تتحرك او مفيش سفر لمندو فبدأوا يعملوا زيارات حتى يعني خلاص تقدر تدخل تزور فيرتشوالي يعني فده طبعا يقدر يفيد في الكلام ده بشكل كبير جدا ان انت عندك جمهورين جمهور عايز يجيلك بس حاليا مش قادر وجمهور هو مش هيجيلك فانت تقدر تعمله ايه تاكت ويدخل افتراضيا يتفرج على اللي عندك هتستفيد حاجتين انت الجمهور اللي مكونش انت مستفيد منه حاجة خالص هو بقى يجيه حتى لو افتراضي بقى يفيدك ماديا يعني وفي نفس الوقت انه ممكن يكون مش متخيل اللي انت عندك الكنوس دي فلما يشوفها هو يبقى متحمس النويج فده جزء من الموضوع جزء التاني واحنا بنعمل سريدي ليزر اسكان لأصر البرون كانت اصلا دي فرضيتنا كان فيه ميسنج بيسس يعني مطلوب انها قد تتكمل في الحاجات المفقودة لان احنا عالفين الاستكمالات في المباني الأسرية تبقى في المانيمم ولما بيكون في ضرورة قوية جدا كان فيه جزء مصرور مفخود وكان لازم يتكمل علشان قوان الصور يبقى مصرور كانت الفكرة بتاعيتنا اللي احنا بنسكندها واحنا نعرفين ان احنا لما بنيجي نعمل الموضل بتاعه فاحنا نقدر نعمل الموضل ونعمل مقلوب الموضل لان الغرض على فكرة في الكلام ده هي الفارمة نفسها احنا مش بن read العناصر اللي احنا هنستكملها احنا بنعمل print للفارمة اللي احنا هنكمل عليها بالموضل بتاعيه بمعنى ان انا صبيت القالب او انا عملت 3D Printing للقالب او عملته CNC حتى لو انا جبت الموضل وعملته CNC عشان اصب عليه الجزء النقص وركبه لان هنا المشكلة في ايه؟ 3D Printing حجمها شغير فهتطلع لك مقاسات skill مش هو العائزة طب لو انا عملت جزقتها وطلعت القطع فالقطع دي هتتجمع هتبقى هي القطعة بقت عندك عرميس او عندك فواصل تجمعها من تكل مشكلة فبيبقى الاحسن اللي انت تجمع الفرما وتبتدي تعالج الفرما نفسها وتبتدي تصب عليها وخصوصا مثلا الفرم بتاعت اصر بارول دي كانت فرم خرصانة على فكرة ومسلح بحديد وفايا عجبا 3D Printing ما تتضعش خرصانة هي بتتضع من مواد يعني ديها صفات معينة وتسهلة التشكيل مش من ضمنها الخرصانة لان خرصانة اولا ما توصل لقوام ينفع يطبع به هتكون شكت اصلا فدي ما بتتعملش كده لا احنا بنعمل الفرما خصوصا انت عشان تطبع الكست بتاعت طباعة مثلا النموذج الاسري لو احنا عندنا موضل البرون من برا وهنطبعه علشان يبقى سوفونير او حاجة انت التكلفة بتاعت طباعة النموذج الواحد رقم لكن لو انت عملت الموضل او الفرما بتاعت الموضل يو كان بروديوس يعني عدد لا نهائي من القطع وانت كده كسبان الفرما يعني اللي انت تقدر تنتج ده في اي وقت فهي على فكرة كمان بيتدرس الكلام ده اللي احنا بنقوله ومكناش متخيلين ان هو في يوم الايام هيبقى حقيقة بيتدرس الكلام ده هو وزاية الاسر عشان يعمله مستنسخات بشكل متحضر ومتقدم ويطلع على الحاجة خلاص هم كمان عندهم من المكتبة يعني تخيل اللي انت مثلا حد ممكن يسكان للسلطان حسن ويبقى انت تقدر تقتني الشرايط الكتابية بتاع السلطان حسن على فكرة عندنا صروات فظيعة لو تطبقوا عليها الفكرة دي حقيقة هتبقى حاجة مميزة صار افضل على سؤالك اه ينفع وبيتعمل بالطريقة اللي كنت باشرحها دي لكن هو ما تفعلش لسه بغاية النهاردة في مصر ولكن تحت بدراسة من الحكومة نفسها ان شاء الله بار كويسة ان شاء الله طيب في اخر سؤال يا دكتورة ان شاء الله هو المجود رائع سؤالي هو ازاي استغل المجود التخطيطي ده في اداة لمرحبات المشروع وتحكم في التغيرات اسنان التنفيذ واتمنى لحضركم حجم التغيرات اللي تمت على الموديل اسنان فتر التنفيذ مقارنة بما تمت محضر فيه وهل كان في مرونة لموجود التغيير اسنان التنفيذ ولا لأ تمام هي بيبقى فيه مرونة زي ما انت بيكون عندك بروشيكت بيجي لك عليه تصليحة بتصلى لكن هي الفكرة بقى في linked activities لو انا مربطة ان الاكتيفتي دي هي وده وده بيحصل طبعا مربوطة باليعني تركيب الباب مثلا متركب بالفنش بتاع الحيطة بالارضية بالمنسيب بكل حواليه يوم ما يجي انا اتدخل على الباب ده طب يعني هتدخل على كل linked activity لكن لما كان الموضوع كله بيضار من اول يعني بالطرق التقليدية فكان الكلام ده بيحصل on the daily basis لكن لما جينا نشتغل بالطريقة دي لأ كانت القصة واضحة وما كانش فيه المشاكل دي بشكل كبير الحاجة الوحيدة اللي كانت عن لمشاكل زي ما احنا قلنا ان احنا اخدنا وقت في الموديلين ان البروجيكت كان ابتدأ واحنا بنعمل الطريقة دي فطبعا الفترة وما سبقها دي دي كانت يعني مشكلة الفكرة بتاعت الموديل في استيعاب التغييرات ما هو انت كل ما بيحصل اكتيفتي معينة او احنا مثلا معمرين بنشتغل الواحدين على جنب والانشائي بيشتغل وهو بعد كده بنعمل لينك عشان الدنيا كلها تتقري على بعض الابينين بيدخل وبعد كده يعني في الاخر ما هو الموديل ده هو سيميوليت للواقع فانت عندك فوق السقف المعلقة اللي انت شايفه في الصورة ده في اكتيفتي زهيبة وفي يعني اطفاء حريق وفي مسارات كهرباء وكيبل تريز وباسويز يعني في موضوع فوق السقف فبالتالي لازم بالزبط لو انا مش بعمل الموديل ده علشان اقدر اعمل تعديلات عليه بقى هو مش مفيد لا طبعا هو بيستقبل تغييرات ويرجع يتعمل تاني من الاول الريبورت في كلاش ديكشن عشان تشوف اللي انت عدلتو خبط في ايه لان زي ما قلتلك هو الغرب بتاعنا احنا اللي بيشتغلوا على البام كاتش بام او هاراتش بيلدين الفرميشن موديلين حيج اسمها الفاسيليتي مانجمين دي يعني سيانة المنشآت اللي هي من الاخر لازم تكون بتستوعب ان انا بعمل تغيير انا كمان ممكن ادخل لعمل عليه ادابة في ريوز اجي بعد شوية في مبنى هقول ده مبنى ده انا عملت له فاسيليتي مانجمين كمبنى اسهلي كماظار لأ ده انا النهار ده هعمله مثلا مركز ثقافي طب انا هفرشو داي ما حصل في العيني مدرسة تعليم للاطفال للكمبيوترز والحاجات الاولية للزكاة الاصطناعي طيب انا دلوقتي محتاجة جاهز المبنى لازم ادخل عليه تغييرات فهو رقم واحد انه هو لازم يكون باستقبله مهما كان هو ده بيعمل في نوص المشروع اطبعا بيعمل زي وزي اي تغيير بيحصل لكن مقابل اللي كان بيحصل على التراديشنل اعتقد هنا النتيجة برضو افضل من التراديشنل ويز سلام يا دكتور اجازكم الله كل خير وربنا يعني يفيدنا بعلمك دايبا وحاجة مهتزة جدا واعتقد ان المتاحك لما تعمل الموضوع دوت وتوفرها وتوفرشو على هلتي او حاضك زي مولتا هتركوا وكسروه ده هيخلي الناس تزورها اكتر بشيخلي ناس توقع كده شعب اه يعني اعتقدنا لما شوفها يعني هبقى متشوق ان انا اروح وزورها شوفها اه اه اعملة ازاي وكده وهيشو دافع ان الناس تشوفها باذن الله صحيح يعني اوه يعني دي دي حاجة اساسية طبعا وفكرة حقيقية ويعان بجده تاني مشكورك على الدعوة اي اعني اجل الى شكرا القناة شكرا حسنا عليك عليك